فرمير غني رئيساً بتحالف يضم حركات قوى الهامش كيف تقرأ هذه الخطوة؟ يعني السردية التي كانت تقدم هذه المجموعة خلينا نقول برضو في تطور تاريخ سريع ابتدأت المزألة بالمجموعة التي وقعت اتفاق سلام جبر الماليشيات والحركات المسلحة لاحقاً العام الماضي تم التحول إلى ما يسمى الحرية والتغيير التوافغ الوطني لاحقاً ذهبوا في اتجاه الكتلة الديمقراطية نفس المجموعة دي أساساً اتفاقية جبا سبتت لها عديد من المكاسب السردية التي كانوا يقدمونها أنهم هم قوى الهامش وأن الشريط النيل هو المسيطر والآن يحدث إلغاء لهذه السردية المظلومية التاريخية رغم التباين في أنها صحيحة أو خاطئة بغض النظر ولكن الآن يحدث عكسها تماماً يأتوا بالشريط النيلي ليقود نفس المجموعة التي كانت تشتكي من أن هناك تهميش له دعنا نستصحب حديثنا معنا فيما يخص الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصلي السؤال هل دخل التسوية بصرفتين في رأيك صرفها معها في المجلس المركزي والكتلة الديمقراطية أيضاً أنا أعتقد أنه دخل بصرفتين لكن إلى متى سيظل موحد؟ هذا السؤال الذي يزاله المراغبون حادثة المطار الشهيرة عند قدوم السيد محمد عثمان المرغني وإضطرار السيد الحسن لمغادرة المطار ألغت بزلال الحزب الاتحادي ليس كالأحزاب الأخرى بل عماد أو يعتمد على الطائفة الختمية داخل السودان وخارج السودان وهذه الطائفة تتعامل مع البيت المرغني باعتبار أن بيت مغدس وأنهم لا يأكلون الطعام ولا يمشون في الأسواق وهكذا مثلاً عندما يحدث صراع أمام مرأة من الجميع مؤكد أن هناك ارتباك عقدي سيحدث لمن هم داخل الطائفة ربما يكون مازالة وقت لينشغل حزب نفسه ولا يستمر موحد لكن جعفر المرغني ما هي الإضافة التي شيء يشكلها لهذا التحالص؟ مؤكد أن الانضمام ليس أمس هم أعلنوا قبل أسبوع أنهم في مبادرة وقبل بشهر أنه ينضم ليهم لم يحدث تغير لم يحدث زخم لم نرى اختراغ ثم هناك سؤال أنه الآن في حديث عن أن هناك وثيقة مشروع وثيقة بتاعت المحامين وفي تفاهمات حولها وفي نغاش حولها طيب الوسيقة دي حسب ما أعلن أنها لعادة المسار المدني الديمقراطي وخروج المكوين العسكري من المشهد السياسي هذه المجموعة لا توضح رأيها هل هي مع وجود العسكر في السلطة كما استمروا منذ 25 أكتوبر أم يرغبون في إنهاء وجود لا يقدمون رؤى ولا يريدون أن ينضموا إلى الآخرين أنا أعتقد أن الزخم مفقود لهذه المجموعة لأن تأثيرها حتى هذه اللحظة منذ أن أعلنت انضمام المرغاني قبل أكثر من شهر لم تحدث متغيرات ولكن دعينا يقول أن الآن هناك أشبه ما يكون بتدخلات خارجية محاور هنا ومحاور هناك تحاول أن تجد لها طريق في خارطة السودان